التجميل انتشر جدا في شغلتنا بقى كل الناس بتحب تعمل تجميل اسنان في مشاكل بتحسب تجميل اسنان اه لان في تجميل اسنان بيبقى خاطئ طيب تجميل اسنان بيبقى خاطئ ازاي بيبقى خاطئ من اول التحضير للحالة من اول التشخيص للحالة والنشوف انا نتيجة ده انا عايزها ومتوقعها هتبقى ايه طيب من الاساس ممنوع ان نبرد سناني غيرا ما شوف شكل اسناني بمعنى قبل ما ابتدي اشتغل في اسناني او حد يبردها لازم اشوف انا التجميل هيبقى في الاخر شكله عامل ازاي وهل هيليقى عليها ولا لا ده قبل ما اشتغل الطروة القديمة كلها كان احنا بنخش نبرد السنان وبعد من نبرد السنان ندي المقاس لمعمل المعمل يركب النهاردة احنا بقينا بنقدر عن طريق الاشعات سلاسية الابعد والتخطيط ما قبل الشغل ان احنا بنعمل خطة علاجية وتجميلية للسنان ونوري المريض بتاعنا لشكل اسنانه قبل الشغل وبعد ما يوافق عليها بيحصل حاجتين اولا بيبقى عارف النتيجة اللي هو هيشتغل بيوصلها ايه تاني حاجة والاهم الطبيبي اللي شغال بيشتغل بمنتهى التحفظ ليه انا مش محتاج نبرد كتير في الاسنان ومش محتاج ان اخو كتير من الاسنان انا ما بحط طبقة بضيفها واشتغل عليها النهية دي شكل التجميل النهائي ساعتها بنلاقي ان احنا بالكتير قوي السنان اللي بنبرده دي ما بناخدش منها اكتر من نص ميلي احسن ما بيبقى شغالين عمياني بدون خطة من الاول ده احد الاساليب الخطيئة الحاجة التانية والاهم يا جماعة لازق الفينيرز او لازق التركبات بيتعامل بحذر شديد جدا كل سنة لازم تبقى لوحدها ماينفعش عمل تجميل الاقي سناني كلها مربطة في بعض لان لازم نضف ما بين السنان وبعضيها عشان اللاثة تفضل مرتاحة واللاثة ما ترتاحة مش يحصل نزيف ولا يحصل الانتهابات لو اللاثة مش مرتاحة هفضل طول عمري عايش بتجميل ريحة بقى وحشة عندي نزيف في اللاثة جامد جدا عندي احمرار في اللاثة وفي بعض الوقات في ناس بتبقى عندها لون اللاثة داكن او غامق بسبب التجميل الخاطئ فبالتالي بعد اذنكم بنراعي ان احنا رايحين دكتور تجميل اسنان وبنراعي معها الخط اللي هو شغال بيها والخطوات اللي احنا نخلص بيها تأسيس وتأهيل الاسنان قبل ما نعمل لها اي عمليات تجميل رجعنا لحضراتكم مرة تانية في اكتر من حلقة تكلمنا قبل كده عن الاشاعة التدخلية ودورها في العلاج النهاردة بتدخل بسيط غنانة عن جراحات كتير النهاردة بستضيف الدكتور كريم عبدالتواب استشارج الاشاعة التدخلية في كل طب جامعة عين شمس اهلا دكتور كريم اهلا بحضرتك دايما منورنا دايما انشرف لي يا فرح ربنا يخليك الحقيقة احنا عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع الدوالي الدوالي بتطلع في حتة كتير في الجسم فعايزين نعرف ايه هي الدوالي وايه اسباب ظهورها جميل جدا طبعا الدوالي الديفنشن بتاع الدوالي بالانجليزي دايليتد تورتشواز فينز يعني اوردة متضخمة او متسعة وملتوية هي دي الدوالي ايه 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 طيب ايه اللي ممكن يعمل كده حضرتك احنا الجهاز الدوري بينقسم الى القلب والاوعية الدموية الاوعية الدموية شرايين واوردة الشرايين بتاخد الدم من القلب للأعضاء والاوردة بترجع الدم تاني للأعضاء من الأعضاء من الأعضاء الى القلب التاني مظبوط مظبوط فهذه الاوردة كل ما هو تحت الليفل بتاع القلب بيمشي الدم فيها عكس اتجاه الجاذبية الدم لما بيمشي عكس اتجاه الجاذبية بيمشي بقوة الدفع من الشرايين فعشان خاطر ما يحصلش ان الدم يرجع تاني بالجاذبية بيحصل بيبقى فيه صمامات في هذه الاوردة ان الدم لما يعدي الصمام يقفل بحيث انه ما يرجعش تاني إذا حصل أن أي بازة هذه الصمامات أو حصل فيها أي نوع من أنواع التخريب أو أنها ما عادتش بتقفل كويس بيبقى فيه دم بيرجع شوية صغيرين بيرجعوا وشوية كتير بيزوقوهم فالدم النحيتين بيزوقوا في بعض فيحصل إيه؟ أن هذه الأوردة تتسع تتمدد الجدار بتاعها فتحصل الدوال طب أنهي بقى دواني في الجسم المرشحة دايما أنهي أوردة أن يحصل فيها دوال زي ما قلت لحضرتك الأوردة اللي تحت المستوى بتاع القلب يعني الرجلين دوالي الساقين والفخزين والأطراف السفلية عموما دوالي الخصي عند الرجالة ودوالي الحوض عند السيدات اللي هي بنسميهم الجنادة الفينز أي حاجة تحت الليفل بتاع القلب عرضة للدوالي اللي هي منطقة الحوض ومنطقة الأطراف السفلية هي دي الأكثر عرضة للدوالي إنا بقى بتخش الأشعة التدخلية بدورها في محاولة التخلص من هذه الدوالي بدون جراحة نحط كده جدول سريع كده المقارنة ما بين إن إحنا نخلص منها بالجراحة وبالأشعة التدخلية طيب جميل إحنا يعني مبدئيا نمسك الساقين أول حاجة أو دوالي الأطراف السفلية فكرة دوالي الأطراف السفلية زي ما قلت لحضرتك أن إحنا عندنا دوالي عندنا الأوردة بتاعة الطرف السفلي كله من أول الفخد الحد تحت خالص الصمامات بتاعتها بسطة أول حاجة اللي ممكن يبوز هذه الصمامات الوقفة الكتير قلت ممارسة الرياضة الملح الكتير في الأكل التقدم في العمر كل هذه الأشياء زيادة الضغط في البطن زي الحمل وما شابه كل ده ممكن أن هو يسبب أن في حصول هذه الدوالي أو بيساعد على حصولها طيب حصلت الدوالي لقدر الله دلوقتي إيه اللي إحنا ممكن نقدر نعمله طيب إحنا عايزين نتخلص من هذا الوريد اللي هو الوريد الرئيسي اللي موصل على أوردة تانية صغيرة اللي بيحصل فيها الدوالي كانت جراحة سابقا أن إحنا بندخل بنشيل هذا الوريد الرئيسي كنا بنعمل حاجة اسمها فينستريبينج يعني أن كان الجراح جراح الأوعية الدموية بيدخل على الوريد من أعلى الفخد وبيقلبه زي الشراب ودي كانت عملية هي ما هيش عملية كبيرة أوي لكن أنها كانت بتتم تحت مخدر كلي وكانت بتاخد وقت وكان النقاها بتاعتها بتبقى دلوقتي الأشعاء التدخلية زي كل التدخلات اللي تكلمنا عنها في حلقات سابقة أن أنا ليه أن أنا أعمل عملية جراحية لما أنا ممكن من فتحة بالضبط 2 ملي أن أنا أدخل عن طريق الموجات الصوتية على الوريد المصاب وأن أنا أكوي وهو في مكانه فكأن لم يكن بيقفل تماما بالضبط كأني شلته وعملت أقفله تماما عن طريق الكي هذا الكي ممكن يحصل بالليزر وهو الأقوى والأفضل في علاجات الدوالي والتردد الحراري وهو أيضا من الحاجات اللي موجودة عندنا أو أن أنا بحقن في فوم حاجة بنسميها فوم سكليرو ثيرابي مادة معينة بيبقى زي كي كيمائي أن أنا بقدر أكوي هذا الوريد سواء بالحرارة عن طريق التردد الحراري أو الليزر أو عن طريق الكي الكيمائي وعن طريق الفوم اللي احنا بنستخدمه ده بحيث أن أنا أقفله تماما بلغي بلغي تماما كأن لم يكن فالأوردة الدم بيمشي في سكك موازي عن طريق الأوردة الرئيسية احنا طبعا دي الأوردة السطحية يعني فمن عن طريق الأوردة العميقة وبيرجع فبتختفي الدوالي تماما لكن ما يقصرش على رجوع الدم من الساقق لا 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 ما بيقصرش على رجوع الدم من الساقق طيب تمام ايه أمثلة تانية برضو تقدر فاك تضرب هالنا ببردو تدخل بالأشعة التدخلية أفضل من الجراحة طبعا احنا عندنا من المشاكل الكبيرة جدا دوالي الخصية عند الرجال ومنتشرة وبتأثر في الإنجاب بتأثر على الإنجاب طبعا دي يعني 15% من الشباب عندهم دوالي خصية بدرجات متفاوتة ممكن تبقى درجة لاته أسر خالص هذه الدوالي طبعا دي مشكلة كبيرة جدا أول حاجة هي مؤلمة ومؤلمة جدا بتيجي مع الوقفة الكتير برضو ومع لبس البنطلونات الديقة خصوصا الجينز دايما يبقى إيه اللي كل لبسه جينز ديق ده ممكن يبقى عرض أكتر للدوالي خصوصا لو شغله كله وقفة دوالي الخصية دي بتأثر على الإنجاب بصورة كبيرة لأنها بتزود درجة حرارة الخصية فبتأثر على إنتاج الحيوانات المنوية أو مش بيقال هو مثبت علميا أن 35% من الرجال المصابين بالعقم عندهم دوالي طيب إحنا تدخلنا بقى إزاي دلوقتي كان زمان التدخل الجراحي أن أنا بدخل أربط الأورد الرئيسية على لفل أعلى من اللفل بتاع الخصية من العانة أو فوق العانة كده من مكائف وبقدر أربط هذه الأورد الرئيسية بحيث أن الدم ما يرجعش على الخصية ده كان زمان برضو كانت عملية وجراحة وفتح جراحي وما إلى ذلك دلوقتي إحنا أصبحنا من فتحة برضو ما تتعداش 2 ملي بندخل يا إما من أعلى الفخت ونعدي من الناحية الثانية يا إما من أسفل الرئبة وبنقدر أن إحنا نعدي بأساطر رفيعة جداً وإحنا الحقيقة معنا فيديو توضيحي بيوضح أحد العمليات بندخل في الوريد المصاب اللي هو المتسع بتاع الدوالي وبنحط فيه حلزونات معدنية هذه الحلزونات بديقفلوا تماماً كأني ربطوا بالجراحة بالزبط فلم قدامنا أدي الدوالي اللي نزل لحد تحت الخصية ودي الحلزونات المعدنية شايفين ما فيش أي حاجة وصلة للجزء اللي تحت فلم كده بيتعاد أدي دوالي الخصية أهي من تحت يعني الحلزون ده ألوان أهو الحلزون هو اللي باين في الصورة في مين الصورة بل الضبط وقفل الوريد تماماً وزي ما احنا شايفين ما فيش أي حاجة وصل لتحت خلاص ما فيش دم بيروح لتحت ما فيش أي دم بيرتجع الدم بيمشي في سكك مختلفة تانية والعيانين دول نسبة الاستفادة بتقترب من المية في المية طبعا مفيش حاجة في الطب مية في المية بمعنى مية في المية لكن بتقترب جدا من المية في المية طيب المناظر لدوالي الخصية في الستات هو احتقان ودوالي الحوض جميع عندهم نفس المشكلة طبعا هو سواء دوالي الخصية أو دوالي الحوض هو احنا بنسميه الجناد الفين اللي هو الوريد اللي بيighخد بالزبط كده اللي بيغزي الغدد التناسولية فالمقابل الخاصي عند الرجل هو النبيض عند الست فهي طبعا عند الست بيبقى داخلي واحتقان الحقود احتقان الحقود احنا كنا اتكلمنا عنه مع ساعتك في حلقة قبل كده هو بيعمل طبعا مشاكل ألام أسفل الظهر ألام شديدة جدا ألام أثناء الجميع ألام هو ممتشر جدا هو المشكلة اللي فيه أنه هو فيه ستات كتيرة جدا يا إما بتخجل من الكشف يا إما بيبقوا معتبرين أنه طبيعي أنها خلفت مرة واثنين وتلاتة فأصبح طبيعا عندها ألم والوقفة وشغل البيت وكلام ده كله وألام أسفل الظهر ليها مليون سبب مختلف فالحقيقة العينين دو لما بيكتشفوا في هؤلاء السيدات العلاج أصبح سهل جدا هو نفس فكرة دوالي الخصي عند الرجال بالزبط وبنعليجهم من نفس الطريقة بالزبط استفادتهم بتبقى رهيبة يعني لما بنعمل هؤلاء المريضات بيجوا ويشكرونها يعني هؤلاء بتبقى مش بيصدق الفارق ما بين قبل وبعد المشكلة في الاكتشاف أن هي بتيجي بتروح ممكن لطبيب النساء ممكن أنه يكتب لها أدوية اللي بتجري الدورة الدموية أو أنه يقول لها أن الألم هي لازم تعمل موجية صوتية مهبلية للتشخيص الدقيق أن أي واحدة بيجي لها ألم شديدة في الحوض وتقل تقل دي برضو من الكلمات المهمة جدا أنه ماشي كأن شاي الكيس رمل يعني الدوالي تسوي تقل سواء في الخصية سواء في السقين سواء في الحوض فهذه المريضة اللي بتشعر بهذا لو راحت وعملت فحصة عن طريق الدوبلر المهبلي التشخيص بيبقى في منتهى السهولة والعلاج في منتهى السهولة عندنا فيلم برضو دكتور جريم حدرتك جيب هنا برضو بيبين دي حالة ده وده الدوطلر المهبلي أهو مبين لنا التساع شديد جدا فيه إن هو قياس الأوردة عن طريق جهاز بيتحط في المهبل ويقيس بالموجات الصوتية ودي احنا شايفين اهو نفس الوريد وده الحقن بقى بتعمله بالزبط كده ودي احنا دخلنا دلوقتي طبعا حضرتك شايف اهي بالزبط المتسعة قد ايه المنظر من تحت ده التساع الأوردة كل دي الأوردة بتاعت الدوالي بتاعت الحوض طبعا دي كانت حالة شديدة جدا وحنشوف دلوقتي بعد ما حنقفلها بالحلازونات المعدنية بتاعتنا هي اللي لونها اسود دي اللي باينا في يمين الصفحة برضو وحنشوف بعد الحلازونات المعدنية مفيش اي حاجة وصلة لتحت زي ما احنا شايفين والميزة اول حاجة عملية زي دي بتتعمل بمخدر موضعي بتاخد بالزبط في المتوسط من 10 دقيق لربع ساعة شاملا كل يعني ده من اول لما بندخل لحد ده ما بنخلص خالص النتائج فورية يعني المريضة يوميها بالليل او مش هنقول يوميها بالليل بتوعهم ممكن يومين او ثلاثة على بل بس بتتعود على الدورة الدموية وبعدين تكلمنا تشكرك بالزبط طيب انت شايف ايه مستقبل اشعة التدخلية في نفس المشاكل اللي احنا مشغل فيها دي هل فيه تغيير في المواد اللي بتحقنوها للاماكن اللي بتوصلو لها انت بتحضر مؤتمرات كتير واكيد بتسمع الجديد كله الحقيقة الاشعة التدخلية يعني انا ممكن دلوقتي بيقولوا من ساعة ما بدأ احنا طبعا كنا في الاول جزء من الاشعة ولا نزل في مصر جزء من الاشعة التشخيصية بدأ اتجاه في العالم انه يبقى تخصص دقيق كامل انه تخصص كامل مستقل هو اكثر التخصصات طلبا في امريكا حاليا يعني اللي هو اللي بياخدوه الاوائل دايما او بمعنى ادقل اللي كل الناس عليه اكتر الرغبات الرغبة الاولى لأي بني ادم اصبحت الاشعة تدخلية تطور فيه سريع جدا لدرجة ان احنا لما ممكن افوت مؤتمر يفوتني كتير يعني اروح السنة اللي بعدي اهواء الحاجات دي طلعت امتى طبعا فيه تطور في الاساطر تطور في سمك اللي هو الديامتر قطر الحاجات اللي بنستخدمها اللي كنت بعمله من فتحة نص سنتي بقيتوا بعمله من فتحة 2 ميلي الاماكن اللي بنوصل لها طبعا كلما الادوات اصبحت اكثر دقة كلما قدرنا ان نوصل لاماكن ابعد بكتير وارفع بكتير وشرين او اورضة ادق بكتير غير كده كمان التطور في مواد الحقن نفسها تطور اصبح رهيب يعني كنا زمان بنستخدم الحاجات اللي هي البي في اي مثلا دلوقتي اصبح فيه مواد كتير جدا مواد الغلق اصبحت ادق بكتير بقى فيه منها احجام اكتر بكتير يعني كل مرة دكتور كريم هقابلك هسمع جديد ان شاء الله ويتبشرنا بامراض اكتر قدرتوا توصلولها وتعالجوها انا شاكر جدا نورتني وشرفتني زي كل مرة الاشاعة التدخلية ان شاء الله منهاش سقف وهتوصل انها تعالج حاجات كتير وما عادش فيه مشرة هيستعمل كتير وهنقدر نوصل لكل اجزاء الجسم باذن الله دي كانت اخر فقرة في حلقتي النهاردة الحقيقة ضيوفنا اللي شرفونا ادونا معلومات وادونا وعي بحاجات كتير ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا منها وباذن الله اشوفكم في الحلقات الجاية بعد برضو ما تدونا رأيكم وتبعتوننا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا بطلباتكم وبالحاجات اللي انتم عايزين تسألونا عليها وهنجاوبها في حلقاتنا حسب التخصص اللي بيبقى ضيف وموجود معانا اشوفكم المرة الجاية ودايما تتمتعوا بكل صحة وعافية موسيقى موسيقى موسيقى